بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الدرس الرقم 11 هتكلم عن ازاي ننشئ الوان عشوائية فعنصر كده ده كده عنصر عايزين كل لون هنا يكون مختلف فأول شي انا هعمل ابلاي للري بس قبل ما عمل ابلاي وحرك دافتين بكوليكشن هعمل ابلاي للريز اصبع عندي دلوقتي اصبع عندي العناصر اكتر من مكعب هضيف ماتيريا الاسمية random موضوع بصص جدا ده كده المكعب عندي الرندر view هكذا والقائمة او الشاشة اللي علمين هنقول دي الشادر ايضور في عندي طبيعي جدا فاضيف عندي object info واضيف عندي color ما اقرأ طيب مبدئيا ده لما اضيف random هيكون ايضا لون واحد ما فيش اي اختلاف طيب للون واحد لازم اول حاجة حفصل كل الوان بايلوز برد طيب اصبح عندي كل عنصر لرندم لون مختلف هنضيف الوان يعني اللون ده عند بوينت اثنين وانضيف لون عند بوينت اربعة وانضيف لون عند بوينت ستة وانضيف لون عند بوينت اون هذا اللون باللون الازرق هذا اللون باللون الاخضر هذا اللون باللون احنا ملاحظين كل مكعب للون مختلف الحسب الرندم طبعا نكون غير بيسبلاين او كونستانت هيتكون الوان فقط محددة خمس الوان لكن لو طبعا لو غيرنا ذاتلي الى كاردينيال هيكون في الدرج لوني اد لانهام الوان طبعا في في ناس بيتضيف مثلا combine hs combine color ونتحكم فقط في الهيو ونضيف الهيو على حسب ايه معنى الكلام ده ان انا بنتعامل مع قيمة واحدة فقط لا الهيو او هنا بنتعامل مع السادوريشن ان كان خلينا نحذف نتعامل مع الرندم ده كده ببساطة ازاي نتعامل او نضيف الوان عشوائية وطبعا ده الكلام ده بيفيد في ايه طيب بيفيد لو بنستخدم الريجد بادي سيميليشن وفي عندي كرات بتتساقط فعندين كل كرة بالمختلفة بنستعمل هذه الطريقة النقطة تانية الدرس اليوم لو عندي موديل او بعمل نمزاجة الموديل معقد شوية وعايزين احسن البيو بورد في الهيو في احكتين في النسبة تحسين البيو بورد لما انا اشغل وتحسين الريندر اول شي تحسين البيو بورد مبدئيا بقيت مباشرة على هنا في البيو بورد بخلي ده كده random الكلر هيكون random اذا كل عنصر هيكون بلون مختلف كل عنصر هيكون بلون مختلف كل عنصر هيكون بلون مختلف وأأتي بعد ذلك على listing هيكون madcap وممكن اختار هذا اللون طيب بعد ذلك بعد ذلك هاتي على shadow او cavity هاتي في البوس بحسب التفاصيل تظهر والشادو ايضا ممكن ده كده بالنسبة للشادو طبعا الشادو ظهر يعني ممكن اقلل نسبة الشادو او زودها ده كده الشادو اللي هو بمعنى اصحة الان بدي كولوجين في النسخة القديمة طيب خلينا نقول بوينت فور او بوينت فايف طب داك ان انا بالنسبة للفيوبورد بعد ذلك طب بعد ذلك طب بعد ذلك بالنسبة للرندر انا في دولاتي في ايفي طبعا بالنسبة للسكريين سوف افعل الشادو اخلي الاثنين دولات فوركي وهاي بيت ديبس ومن قد افعل الفركشن وطبعا من زود السامبل في الريساء و في الريندر او في هذا كان بالنسبة لتحسين بالنسبة لديه فرق مبين اول نتيجة وثاني نتيجة بالنسبة لكافتة يحسن التفاصيل سواء كان تعمل ارغانيك موديل مثل هذا الشكل او كانت تعمل ميكانيكا ريج لبرودكت او تصميم المنتج هذا كان بالنسبة لدرس الثالث عشر ان شاء الله الدرس القادم سوف ننشئ اشتجار عن طريق procedure method عن طريق m3